بسم الله الرحمن الرحيم يسر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية أن تهديكم هذه المادة جبل عرفة أولا التعريف به هو جبل صغير متطامن بالنسبة لما حوله من الجبال الشامخة ويتكون من حجارة صلدة كبيرة متقطعة متراكم بعضها على بعض ليس جبلا صلدا أصم ولا دقاقا هشا يقع شرقي عرفات في ظلال جبل سعد يبلغ ارتفاعه نحو خمسة وستين مترا من سفحه جنوبا إلى سطحه ويسمى جبل الإل وجبل عرفة وجبل الرحمة وجبل الدعاء وجبل المشاة وجبل كبكب وجبل القرين غير أنه لا يثبت منها سوى اسمينهما جبل الإل وجبل عرفة ثانيا حقيقته ذكر أهل العلم من شتى المذاهب أنه لا يثبت في خصوص هذا الجبل شيء بل هو كسائر أرض عرفة كما نص على أنه لا يشرع الصعود عليه ولا نسك يتعلق به يقول العلامة الملع لقاري الحنفي رحمه الله في شرح اللباب وأما طلوع الجبل فليس له أصل بل بدعة منكرة ويقول أيضا في صفحة مائتين وأربعة وعشرين فالأولى أن يقف في مقام يحصل له الحضور من غير فتور ولا قصور وأما صعود الناس الجبل فليس له أصل وحرص الناس على الوقوف فيه ومكثهم عليه قبل وقته وبعده من البدع المستنكرة ويقول الإمام بن الحاجب المالكي رحمه الله في تعداد ما أحدثه الناس عند هذا الجبل من البدع ومنها إيقاد النيران عليه ليلة عرفة واهتمامهم لذلك باستصحاب الشمع له من بلادهم واختلاط النساء بالرجال في ذلك صعودا وهبوطا وهذه ضلالة شابه فيها أهل الشرك في مثل ذلك الموقف الجليل ويقول الشنقيطي المالكي رحمه الله في أضواء البيان اعلم أن الصعود على جبل الرحمة الذي يفعله كثير من العوام لا أصل له ولا فضيلة فيه لأنه لم يرد بخصوصه شيء بل هو كسائر أرض عرفة وعرفة كلها موقف ويقول الجويني الشافعي رحمه الله في وسط عرفة جبل يقال له جبل الرحمة ولا نسك في الرقي عليه وإن اعتاده الناس ويقول النووي الشافعي رحمه الله في المجموع وأما ما اشتهر عند العوام من الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غيره من أرض عرفات حتى ربما توهم من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فخطاء ظاهر ومخالف للسنة ولم يذكر أحد ممن يعتمد في صعود هذا الجبل فضيلة يختص بها بل له حكم سائر أرض عرفات وقال المحب الطبري الشافعي رحمه الله في القرى ولا يثبت في الجبل الذي يعتني الناس بصعوده خبر ولا أثر وقال ابن جماعة الشافعي رحمه الله في هداية السالك وما اشتهر عند كثير من العوام من ترجيح الوقوف على جبل الرحمة على الوقوف على غيره أو أنه لا بد من الوقوف عليه واحتفالهم بالوقوف عليه قبل الوقت وإيقادهم الشموع عليه ليلة عرفة واهتمامهم بذلك باستصحابها من بلادهم واختلاط النساء بالرجال صعودا وهبوطا فخطأ وجهالة وابتداع قبيح حدث بعد انقراض السلف الصالح نسأل الله إزالته وسائر البداء وقال ابن تيمية الحنبلي رحمه الله في مجموع الفتاوى وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة وقال أيضا في الاختيارات العلية ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف المسنون تحري موقف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت في جبل الرحمة دليل ثالثا البدع والمخالفات التي تقع من بعض الحجاج عليه يقع بعض الحجاج في عدد من البدع والمخالفات على جبل عرفة وسبب ذلك اعتقادهم قدسية هذا الجبل وخصوصيته وقد سبق نقل كلام أهل العلم الدال على بطلان ذلك وحتى يكون الحاج على حاذر من الوقوف في هذه البدع والمخالفات نشير إلى طرف منها واحد اعتقاد أفضلية الوقوف على الجبل على ما سواه من عرفة اثنان اداء الخطبة والصلاة على الجبل ثلاثة ايقاد الشموع والنيران ليلة عرفة على الجبل اربعة اخذ شيء من تراب الجبل خمسة التمسح بالشاخص وتقبيله ستة الصلاة إلى الشاخص سبعة قصد الدعاء عند الشاخص ورفع اليدين متوجها إليه الداعي ثمانية الكتابة على الشاخص تسعة الطواف بالشاخص عشرة ربط الخرق به أحد عشر وضع رسائل مكتوبة في قصاصات أو شيء من الشعر أو النقود أو الصور أو الخرق في شقوق الصخارات لاعتقادات متعددة كالرجوع إليه مرة أخرى أو ليحج فلان أو لشفاء مريض أو لتحمل امرأة لم تحمل بعد ثاني عشر المنادات لمن لم يحج عند الجبل ليحج العام القادم وغير ذلك من البدع والمخالفات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ترجمة نانسي قنقر